كواليس بيديك امور اقول لحضراتكو اربع جهات كانوا بياخدوا كواليس الاهلي وتدريباته بدون اذن من النادي الاهلي الكلام ده هيظهر في الطعن اللي هيقدمه النادي الاهلي اللي بيقولك الاهلي لازم يدفع النهاردة 134 مليون جنيه مش حقيقة ما تصدقوش ده شغل انتخابات او او اي حد يقولكو كده في اي ندوة في اي كلام سواء المهندس قائمة المهندس محمود طهر او قائمة الكابت المحمود الخطيب ما تصدقوش الكلام ده ما حدش يقبل على الاهلي اي جملة لا طاليك والطبيعي اللي الكل اللي نازلين مستقلين اديهم تبقى ايد واحدة ضد الكلام ده لكن اصور الصورة واحط ايدي في ايد اللي واقف ضد الاهلي عشان ابقى موجود على كرسي فكرة غلط ومش ده اللي احنا تعلمناه انا بكلمكو بمنتقى الامانة والصد لان الاهلي مفيش حد خيره على الاهلي الاهلي خيره على الجميع لو لا الاهلي كلنا اللي لعب ساعة واللعب ربع ساعة واللعب عشرين سنة واللي لعب مليون سنة هو الاهلي هو اللي خيره علينا جميعا الكلام ده بيقوله كابت محمود الخطيب والكلام ده بيقوله المنص محمود طهر والكلام ده بيقوله كل الاهلوية الجدعان اللي عارفين قيمة الاهلي النهارده بفطفض معاكو في امور مهمة مين يقبل اللي كل يوم نمسك الصحافة قضية 20 مليون جنيه قضية 134 ما انت بتدي دول الفرصة اللي يكتب ده على حساب انتخابات ملعونا الانتخابات ملعونا الانتخابات اللي تودينا للطريق ده وحديكم امثلة مهمة دلوقتي وحرجعكم للتاريخ عشان تعرفوا فيه امانة وحنتحاسب من ربنا سبحانه وتعالى لو احنا بنقول كلمة فيها كدب او فيها نفاق او فيها رياء او فيها مصلحة مع حد فمن هنا شركة ميسك كان بيحصل الكلام ده موجود الكواليس كان بتتاخد لقنوات وده ممنوع بدليل اللي احد القنوات في عهد الكابتن طارق سليم الله يرحمه كان السي بي سي حقول بالاسمه ودخلوا التدريبات وجايبين الكاميرات اتمنعوا منع البوابة القناة القناة الاهلي فقط هاللي تدخل والكابتن طارق حجز الكاميرات دي جوه النادي فالبهوات كانوا بيبيعوا لأربع قنوات بدون وجه حق حقوق الاهلي بس معناش الكلام ده من الاهلوية ليه من الصحف ليه وتقفوا جنب الاهلي مدام انتو بتدعوه لو يخايفين على الاهلي قوي وبتحبوه مش هتسمعوه دلوقتي هقول لكم على نقطة كمان مهمة قلتها لكم قبل كده وهي دي الحقيقة والكل كتب الكل كتب وانا دلوقتي بصدد بنطلع كل اللي كتبوا الكلام ده الاهلي يمشي منه اتنين وستين او اربعة وستين موظف غلبان مرتبه بسيط ما هو ما هو الناس يا جماعة اللي في الكواليس قدامك والمصورين اللي قدامي واللي في البوفي والمنترين والمخرجين ما فيه ناس الاركام في زل الوضع السابق بتاع القناة كان صعب جدا كان صعب جدا فالناس دي كانت بتشتغل عملت حاجة خطبة وزارة الاستثمار وخطبة المدينة كانت عايزة تسود الشاشة لازم تفهموا الحقيقة والنادي الاهلي ما كانش يعرف عملوا الكلام دوت بالعلاقات بالراحة وبهدوء محدش كان عارف فاخدوا البداية مشوا حاجة وستين موظف الكل كتب ساعتها اقفوا جنب الغلابة كلكم كتبتوا كده لكن النهار ده جاي تكلمني تقول لي ميسك ومية اربعة وثلاثين مليون ومش عارف ايه اقفوا انا افهم اللي يتبنى موقف يتبنى موقف الحق ويقفنا على الحق لكن عشان المصالح بقى بتتصالح دلوقتي لا خلص اتبح القطة اتبحها خلص خلينا نخلق كل حاج وكل شوية ومسندة مين وبدعم مين لو اضطرتونا نقول اسماعها اقول لاننا خلاص ملعونا الانتخابات ملعونا الانتخابات اللي تعمل كده وتشق الصف جوة الاهلوية وتعمل امور غير منضبطة وغير مزبوطة اول مرة الواحد يشوفها دايما كنا لعبت القرى ويمنعونا على التواجد في الانتخابات كنا بنعدي وبنشوف كده من بعيد لبعيد تمر في سلام وكان فيه هدوء والحيادية كانت حيادية بجد اللي بيخرج عن الصف كان يتعدى على صابع اليد لكن بالحجم ده وبالشكل ده غير مقبول بالمر غير مقبول بالمر كتير قوي وصعب اول لكل يوم احس باهانة نادية مرفق قضية 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 بعشرين مليون اربعين مليون على انزار على يد محضر الاهلي الاهلي يا ناس ولاي في ندوات يتقالي الكلام ده فيه مية اربعة وثلاثين مليون ماسك وفيه عشرين مليون لا صعب ده الاهلي ده الاهلي اللي بيختلف يحط ايده في ايده التاني وما يسمحش اللي حد يعمل كده مع الاهلي مش مع حد اجي تقولي قضية سو الشركة القرار اتاخد اللي مش عارف هي عشرين مليون ويطلع ورق للمزيفين يطلع ورق كد بتاريخ قديم والقضية لسه شغالة والنادي الاهلي كان عنده حق كبير جدا اللي هو يعمل ده ليه حقوقه فروح بتلجأ للقضاء مش هي دولة القانون مش احنا احنا عايزين نبقى دولة القانون ولا دولة السراعات والخناءات والبلطجة اهلي ما يعرفش ده اعرفش ده دولة القانون بتقول ان انا ليه حق وحضرك ليك حق نروح للقانون لغاية لما يتقال الكلمة بقى فيه ترابيزة حوار بتخلص الدنيا مع بعض نوصل لحل ووسط لكن اللي حصل فقضية تمسك الحاجات اللي انا قلت لكم من شوية دي رقم واحد حقوق اتاخدت من النادي الاهلي بدون وجع حق لاربع قنوات دي كانت البداية ماشوا موظفين غلابة مرتباتهم كانت بسيطة عايزين بتعرفوا تاني ماشوا بعدها اتنين وستين واحد تاني عايزين بتعرفوا تالت كانوا بيبلكوا القناة يعني تسود الشاشة ومتعرضش حاجة فجأة فالنادي الاهلي عارف الكلام ده ابتدى يتحرك مع المدينة ابتدى يروح وزارة الاستثمار وما كانش فيه حل غير ده هي دي الحقيقة بدون ما دخل بقى خبير قانوني وخبير استراتيجي انا بقول لكم الحياة اللي كانت قدام عناية وشاهد عليها وجابوا الموظفين في الشركة في المعادي يا أستاذ حامد جابوا الموظفين في الشركة في المعادي سووا معاهم وجابوا محامي اللي ليه خمس قروج نخليهم قرشين عشان نخلص لا يروح ده زعلان نخليهم من ثلاثة ده الأمور كان بتدار كده عشان ايه عشان حضرتك كان بالحب وبالودة زي على المباريات فين الورق مفيش ورق بالكلام ده لكتديل حكم العلاق كنا موجودين وكنا بنشوف وعارفين وهي دي الحقيقة عايزين تسمعوا بقى كلام غير ده اسمعوا بس في الأول وفي الآخر ربنا اللي بيحاسب وربنا اللي مطلع وربنا اللي شايف النوايا الحسنة فين فده ده اللي هي دي حقيقة الأمر فلما تروح للقضاء عشان انت لسه فيه تعني يقول لي خلاص ده لازم يتفعل النهاردة عشان اجعل كورسي ولا ولا اشتغل ناس على حساب ناس بالشكل ده والأهلي ادوس عليه وريني الصحف كاتبة ايه زيها زي بعض كالمايسترو مش صالح سليم المايسترو صالح سليم كلنا بنعتز به وعايش في وجداننا وليه جمل بنرددها لغاية النهاردة وعاشق للنادي الأهلي زي وزي حلقة الفريق مرتجي حتى الحلقة دي اتهمون فيها وما تقلش فيها غير تاريخ الأهلي الجميل وأسرة مشرفة تفتخر للأسرة دي في هم الأيام والدها كان رئيس الأهلي هو ممنوع يا حد يتكلم ممنوع يا واحد يقول ايه حاجة هو الأهلي مش بتاعنا ولا ممنوع أنا بتكلمكم بجد والله الأهلي بتاع الجميع كل واحد أهلي وهو ليه حتة في الأهل هو دي الحقيقة لكن دي كمان ممنوع نقولها ودي عيب عشان نسكت فيلم التسجيلات المضروب وقال لك مهاجمة الرموز وما حصلش ما حصلش ليه عشان نسكت مش هنسكت هي دي الفكرة عشين بكرامتنا وفيش على راسنا بطحة هنقول كل حاجة للناس كلها وهي اللي تقيم الأمور وانتو اللي تقيموا الأمور اعرض لي الصور الغريبة جدا عشان تصدقوني الكلام واحد بدأ الحجز على أرسدة الأهلي بسبب قناة النادي الأهلي بعد غرامة 134 مليون أدي واحد اللي بعده الحجز على أرسدة الأهلي بسبب قناته الخاصة ايه دا؟ دا مش صالة تحليل واحدة دا هم في شقة منفدة على بعض اللي بعده مسكت تبدأ إجراءات الحجز على أرسدة الأهلي في البنوك النادي رفضة تسلم هو عضاء الأهلي يتهمون المجلس ايوا بقى اطلع لي بقى بالملعوب الراجل اللي كاتب دا من اسمه ايه قول لي قول لي خلينا ندخل في الموضوع على طول مش كاتب الاسم مش كاتب الاسم ما فيش اسم بص ايه رأيكم ايه رأيكم يا جماهير الأهلي وأعضاؤه حلقة من أهم الحلقات ممكن ما فيش تفاصيل كتير كالعادة لكن بنقول لكم الأهلي فوق الجميع بجد فين الاسم مفيش دا دا في حاجة معاكم تاني مسكت تبدأ دا في تاني مسكت تبدأ إجراءات الحجز على أرسدة دا كل جريدة في تاني يا جماعة حد يقول لي الأهلي يتلقى اختار دا برضو طب دا شيء جميل قوي دا أنا كنت مفكر اتنين ولا ثلاثة ارجعلي بقى في تاني دا دا بقى الماسترو اللي مش هو صالح سليم هاي دا أحلى كلام النهاردة أحلى كلام عتسمعوه فيه ماسترو قائد قائد الهجوم عندنا دي الأهلي في الوقت المناسب أنا يعني معنا تفاصيل كتير هنكلم الناس فيها بس لو سمحتوا ارجعوا لي تاني عمركم شفتوا يعني أنا مثلا فكرة اللي أنا أكتب فكرة إبداع ممكن أجي أقول لك تقلق نجمينها محمد أبو تريكا وأحرص هدفين بس أنا واحد بيكتبها كده واحد تاني يكتب ايه القديس يكود الأهلي بالفوز على فلان فلان كل مدرسة ليها رأي وليها فكرة وليها إبداع صح ولا إيه لكن تبقى كده واحدة ومش شكل واحد أنا ما شفتهاش في حياتي ده مش استنبا دي غرفة تحرير واحدة بتوزع خبر واحد يلا بينا اضرب ويروح نازلة مرة واحدة عدل تاني عدل تاني عدل تاني عدل الصور تاني أدي وان أدي كده واحد اتنين اللي حاجز على رصيد لها سبب قناته الخاص كمل وري الناس اوعى تصدق حد يقولك في أي مكان الكلام ده تاني اللي يقولك الكلام ده قوله روح دافع عن النادي الأهلي ما تسيبش ناديك ليه حقوق كتير اللي يقولك الكلام ده قوله كده رد عليه قوله الأهلي الأهم روح دافع عنه روح واقف جنبه صح ولا إيه كل ده الكلام واحد أقولك وده الكلام بيحصل إزاي بخبرة بسيطة كده بعد الواحد ما اشتغله خمس ست سنين ولسه بيتعلم ده تلاقي الماسترو يكتب الخبر وبعد ما يكتب الخبر ده بالسياغ اللي هو شايفها بيحصل تعديل في جملة في كلمة وابعت يروح نازل مرة واحدة ضربة المعلم عايزين تعرفوها من الجملة اللي تقالت تحت في الآخر بأيضا خبر مكتوب بدون اسم أصدق أنا إزاي طب عايزة نقشك عايزة أتحور معاك وقولك ما اللي كتب الخبر قول لي انت مين وتعالى نتناقش قدام الجماهير على الشاشة المستندات يجب لي الورقة بصوا فيها اتلقوا التاريخ قديم طب ملكش دعوة ينفع بقى في نادوة روح سامع الكلام ده لا ايان حد ولا في نادو ولا ينفع حد بالقايمة دي ولا دي قول الكلام ده الكل يقول كلنا وراء الاهلي ماينفعش مش حنقبل بالكلام ده لكن نصدرها اقتحامته نفس الفكرة اللي انا كنت بقول لكم على اقتحام وبطنية وبلطجية ودخل بمجموعة اقتحام المجموعة دي وده دخل سلملي على البتنجان اللي احنا بنشوفه وانا قلتلكو الحاجة الوحيدة اللي نقصة ليجا مهير النادي الاهلي اللي انا بكرة الصبح اصحى اترفع قضية عشان تلاجة الايس كريم اللي في الجنين اتاخدت والولاد مش هقدروا ياكلوا ايس كريم تاني كفاية عبس كفاية شق الصف عايزين شغل على مية بيدة محترم يا اخي عايز تساند ارفع ايدك وقول الاسم وما لكش دعوة بالطرف التاني قول باحترمه هنا وهنا لكن اضرب 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 حرام كتير وبينه والناس شايفة وبالمناسبة اللي بيغلط في حد بتخلق تعاطف في الناحية التانية لو انت مش فاهم كده احنا بيمفاهمك وهي دي الحقيقة ولو حب يصعب عليه يشوف الكلام ده يا عم اقول لكم الحاجة انا مش عايز اقول اسماء والله ف مبروك عليكم البرنامج ده سلام عليكم نمشي بس سيبوا الاهلي حنقطع تذكرة وحندخل نقعد مع الجماهية ما عندناش مشكلة وحن نفضل نحب الاهلي واحنا في البيت في اكتر من كده هو بنقول والله العظيم ما فرق حاج لان شبعانين الحمد لله الاهلي مريحنا والاهلي ادينا كل حاج ادينا نبقى على الاقل وانت ماشي في الشارع بكمتك الناس تقول فاكرين البطلات والنجاحات ده بس دي كفاية نعمة ومن عند ربنا لكن مش عايزين ولا كرشينا يزيد حتة ولا عايزينه كده زي ما هو ناكل حلال ونبعد عن نبقى في موقع الشوب ولما نساند حد نقول احنا بنساند عشان نبقى للصورة واضحة فغريبة اوى جماع غريبة وباينة انا عرضت لحضراتكم الاسبوع اللي فات وشفته ده ولسه ده بتقول اليام اللي جاي هتشوفه اكتر من كده فادي الصحف زي ما قلت لحضراتكم ومنها اتمنى اللي يكتب حاجة زي كده يكتب عشان يدخل معانا ونديله حقه عشان ده الاعلام المحترم الرأي والرأي الاخر وتنقش معاك واسألك انت وانت وانت بتعمل ليه كده هدفك ايه مصلحتك ايه عاوز ايه يا عم تعالى مركز اعلامي يا عم تعالى في قناة يا عم تعالى في في اي منصب تعالوا خدوا كل حاجة بس ما تمزقوش الاهلي كده ما تعملوش في الاهلي كده ونفتخر اللي فيه اواضي كل شوية ادي مش عارف شركة الملابس مش عارف ميسك ديري قصة كبيرة واعتفهمه والله والله ما عايز اتكلم ومحترامي من غير ما ادخل في تفاصيل اسماء كتلاتة جوز تبقى موجودة جوا قناتي لان فيه هنا تشارة تحطت وفيه تشيرت احمر تلبس تشيرت يعلم كمت جماهيره ما عايز اتكلمني بقى ففي حاجة تاني غير كده بيزعل مني صديق العزيز الاستاذ مصطفى جمعة انا اقولكو على حاجة عشان اديله حق الاستاذ مصطفى جمعة شخصية زمالكوية هو الرجل بيعترف في ده وشخصية محترفة لكن شهادة امام الله من افضل رؤساء القنوات في مصر كلها بيدير اي قناة احترافية بيحبب الناس فيه عنده عقلية للبرامج محترمة جدا 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 النظام والاندباط تلبس بدلة لونة مختلف لما بيجيلك انزار ممنوع تطلع بدأناك ممنوع فيه اندباط فيه التزام اللي انا تعلمناه داخل النادي الاهلي لكن مش عايزه يزعل مننا لما نقول الكلام ده كان فيه اكتر من عشر اتنشر زي مالكا وجوا القناة ساعتها محدش قال ليه ومحدش تتكلم ليه جاييني النهاردة عشان خطر انتخابات نضرب في بعض ونكسر في بعض وندخدخ في بعض لان عندي جملة مهمة هقولها بعد شوية على حوار شفته ازعجني ازعجني بس خلونا ناخد اللي وقشرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي سيابة اللي وابرا